الفائزين أفضل يا فاتح عايزة أتوقف مع حضرتك عند الصداقات والناس يمكن في رمضان بتتنافس في مسألة الصداقات دي ويبقى لها أثر اجتماعي كبير جدا على الناس في رمضان وإزاي نستمر كمان بقى بعد رمضان في السلوك اللي احنا محتاجين نكمل بيه لأنه عندنا طبقات كتير بتحتاج ده ومن واجبنا الاجتماعي أن احنا نستمر في ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زجاء رمضان اجتهد وكان أجود ما يكون في رمضان فرمضان بيرقق القلوب ورمضان الحسن فيه بتضاعف إلى عشر أم سنة وإلى سبعمائة ضعف فمن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وبالتالي بنجد ناس كتير جدا بتأجل حتى زكاة الملك تخرجها في هذا الشهر من أجل تضاعف السواب ومضاعفة الأجل وكذلك الصدقات المندوبة فرمضان بيعلم الإنسان الجود ويهز بالنفس من الشح ومن البخل ويعلم الإنسان إنفاق عموما حتى الإنفاق على الأبناء وعلى الأسرة هي قربة يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل لكن بضوابط طبعا يعني بسرط أن يكون هذا الإنفاق من مال حلال أن يكون ينفق فيه المباحات أو في المسنونات والواجبات وأيضا أن يكون فيه توازن بين الإنفاق يعني لا يكون فيه تبزير ولا يكون فيه تقدير الشارع الحكيم وضع ضوابط والخلق لا يتجزأ يعني الإنسان اللي بيعتاد على هذا في شهر رمضان بلا شك أن هذا ينعكس عليه طوال العام يعني هو رب رمضان رب غير رمضان لكن ربنا ميز هذا الشهر وفضله بفضائل كثيرة لكي يرب الإنسان فيها نفسه ولكي يستطيع أن يكون من الفائزين الذين يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من زنبه نسأل الله العليا عظيم أن يغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر وأن يجعلنا من المقبولين اللهم أمين يا رب العالمين فمجال الإنفاق طبعا واسع يجب يكون فيه إنفاق على الفقراء على المساكين على المحتاجين يعني مواساة المنكوبين صلة الأرحام يعني هذا الشهر فرصة أن الإنسان يتقرب فيه إلى الله عز وجل بكل ما يملك هو شهر الجهاد الجهاد بيحتاج لتعب ومجهود وهذا المجهود مش ببلاش يعني هذا المجهود لازم أسعى علي أكيد ترجمة نانسي قنقر